نستعرض معا ما ورد في تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن المعني بالسودان وتحديدا الفقرات الخاصة بليبيا ومشاركة مرتزقة السودانيين في القتال إلى جانب ميليشيات حفتر بحسب ما ورد في التقرير الأممي هناك جماعات مسلحة مختلفة من درفور موجودة في ليبيا وتحصلت على معدات عسكرية من حفتر للمشاركة معه في القتال هذه الجماعات يوجد عدد كبير منها في ظواح ترابلس وأماكن أخرى أيضا وعلى رأسها حركة جيش تحرير السودان جناح من ناوي حيث يتمركز من هذه القوات نحو 300 آلية مسلحة وتضم أكثر من ألف مقاتل موجودين في مواقع وهي الهلال النفطي وتحديدا في راسل النوف بقيادة عباس خواجة ومنصور يحيى رمضان أما الموقع الثاني الذي تتمركز فيه حركة جيش تحرير السودان فهو مطار هون العسكري في منطقة الجفرة منطقة زلا بالجفرة أيضا هي الموقع الثالث الذي تتمركز فيه حركة جيش تحرير السودان جناح من ناوي ويقيمون تحديدا داخل مزارع المواطنين بقيادة عمر توشوكا هذه القوة يقودها القائد العام لحركة جيش تحرير السودان محمد حجار ونائبه جابر إسحاق إلى جانب القائدين البارزين فيصل صالح وإسماعيل حبوبة بالانتقال إلى المواقع الأخرى التي يتمركز فيها المرتزق السودانيون هناك قرابة خمسين مركبة تتبع المجلس الانتقالي لحركة تحرير السودان وانشقت عن الحركة بقيادة صالح جبل لكنها مزالت تقاتل مع حفتر تجمع قوة تحرير السودان ثاني أكبر جماعة متمردة من دارفور موجودة في ليبيا تمتلك هذه الأخرى أكثر من مئة آلية ويتمركز معظم هذه القوة في منطقة هون بقيادة عبود خاطر وبحسب التقرير الأممي هناك أيضا قرابة تسعين آلية عسكرية للمرتزق السودانيين يقودهم يوسف كارشكولا ويتبعون حركة جيش تحرير السودان موجودين في ليبيا ويتحالفون مع قوة تحرير السودان مع العلم بأن هذه القوة التي يقودها كارشكولا تمارس النهب والتهريب وهي متورطة تحديدا في تهريب السيارات إلى شمال دارفور واتشاد حركة العدل والمساوى وهي من الجماعات المسلحة السودانية موجودة أيضا داخل ليبيا بأعداد صغيرة وتتمركز جنوب البلاد بقيادة عبد الكريم تشالو هذه القوة كانت تتحالف مع مقاتلين من التابو تتمركز في القترون بعيدة عن الأنظار وهي تفكر حاليا في التحالف مع حفتر بحسب تقرير فريق الخبراء بمجلس الأمن المعني بالسودان المجموعة السودانية الأخرى التي تقاتل مع حفتر هي قوة تتبع موسى هلال وقد فرت إلى ليبيا بعد اعتقال قائدها معظم هذه القوة من قبيلة لمحميد في السودان وتوجد حاليا في قاعدة الجفرة كل هؤلاء المرتزقة ووفق ما ورد في التقرير الأممي يحتفظون بكل ما يستولون عليه في المعارك داخل ليبيا ويزود حفتر كل عشرة مقاتلين من هؤلاء بآلية عسكرية واحدة فضلا عن الأسلحة ومرتبات شهرية تصل قيمتها إلى 3000 دولار للمقاتل الواحد